أهلا أحبائي مبير حتحدثنا عن لماذا ذهب المسيح إلى الجليل بعد القيامة وسردت عدة أسباب لذهاب يسوع المسيح إلى الجليل المقصود حول بحيرة طبرية واليوم رح أتكلم عن معجزة حدثة بعد القيامة بيتفرد فيها يحنى البشير بالحقيقة يحنى بيتفرد بأول معجزة في قانا الجليل مكتوب وكان عرص في اليوم الثالث في قانا الجليل وهذه المعجزة الأخيرة بيتفرد فيها ظهور المسيح الثالث طبعا بحسب بشارة يحنى يعني في بشارة يحنى مذكورة ورح أقرأ من إصحاح 21 بعد هذا أظهر أيضا يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية اللي هو بحر الجليل ظهر هكذا كان سمعان بطرس وتومى الذي يقال له التوأم ونثنئيل الذي منقان الجليل وابناء زبدي واثنان آخران من تلاميذه مع بعضهم قال لهم سمعان بطرس أنا أذهب لأتصيد قالوا له نذهب نحن أيضا معك فخرجوا ودخلوا السفينة للوقت وفي تلك الليلة لم يمسك شيئا ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع فقال لهم يسوع يا غلمان ألعل عندكم إداما أجبوه لا فقال لهم ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس هو الرب فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب اتزر بثوبه لأنه كان عريانا وألقى نفسه في البحر وأما التلميذ الآخرون فجاءوا بالسفينة لأنهم لم يكونوا بعدين عن الأرض إلا نحو مئتي ذراع وهم يجرون شبكة السمك فلما خرجوا إلى الأرض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا قال لهم يسوع قدموا من السمك الذي أمسكتم الآن فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض ممتلئة سمكا كبيرا مئة وثلاثا وخمسين ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة قال لهم يسوع هلموا تغدوا ولم يسر أحد من التلميذ أن يسأله من أنت إذ كانوا يعلمون أنه الرب ثم جاء يسوع وأخذ الخبز وأعطاهم وكذلك السمك هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه بعدما قام من الأموات أي بحسب بشارة يحنم هذه واحدة من المعجزات القوية فالتلاميذ ولسيام بطرس شهد معجزات كثيرة من سنتين وشوي إذا بتتذكروا كانت ليلة فشل مع التلميذ والمسيح استخدم سفينة بطرس كمنبر وقال لبطرس أبعد إلى العنق وألقوا شباككم للصيد أجاب بطرس وقال له يا سيد قد تعبنا الليلة كله ولم نصطت شيئا ولكن على كلمتك ألقي الشبكة صادوا سفينتين كاملتين تركوا السفن وتابعوا يسوع المسيح وهذه معجزة ثالثة لصيد السمك لأن المعجزة الثانية لما الرب طلب من سمعان بطرس أنه يلقي الصنارة ورح يصيد في سمكة ولما بفتح تم السمكة أو الخيشوم بيشوف أنه فيه عملة داخل السمكة وطبعا بيدفع ضريبة الهيكل وهذه المعجزة الثالثة بعد القيام وعلى فكرة بعد القيام أو هذه المعجزة هي عبارة عن ثلاث معجزات المعجزة الأولى صيد السمك الكتير 153 سمكة كبيرة والمعجزة الثانية لما طلعوا كان يسوع مجهز جمر نار يعني وسمك وخبز من أين السمك ومن أين الخبز هل خلق سمك وخبز أكيد هو القادر على كل شيء والمعجزة الثالث اللي بيذكرها يحنى كخبير بالصيد لأنه في من نفس المنطقة ومع هذه الكثرة هون في هاي المعجزة بيتكلم عن شبكة في المعجزة الأولى في لوقة خمسة بيتكلم عن شباك يعني كان في شباك كثيرة لكن تصور شبكة واحدة صادت 153 سمكة ولم تتخرق هذه الشبكة فإذن هذه المعجزات الثلاثة اللي هي في معجزة واحدة معجزة صيد السمك بعد القيامة الرب يسوع مسبقا قال للتلميذ أن يسبقوا إلى الجليل وحنا بنعرف أنه بطرس والتلميذ على فكرة المسيح اختار سبع تلميذ كانوا صيادية السمك فالصياد بيتميز بالشجاعة بيتميز بالنشاط بالجد والكد والاجتهاد والمثابرة أيضا فطبعا شيء طبيعي بالنسبة لبطرس أنه شخص عملي قال أنا ذاهب لأتصيد ولما بيقول الكتاب أنه ألقى نفسه لأنه كان عريان هذا اندل على شيء بدل أنه بنشاط إذا الشبكة مسكت في محل أو في حجر أو في أي مكان بينزل فبضطر أنه يشيل ملابسه حتى ينزل في الماء على أي حال بيتميزوا بالنشاط بالاجتهاد وبالشجاعة أيضا قال الرسول بطرس وهو منتظر أنا ذاهب لأتصير حتى يشغل نفسه طبعا بهذا الصيد وللأسف ليلة طويلة لكن باقت بالفشل خلال هذه اللحظات ظهر يسوع المسيح على ضفاف بحيرة طبرية ومعرفهوش لأول مرة وسأل سؤال يا غلمان لعل عندكم إدام يعني في أكل موجود معكم تخيل الجواب من المتمرسين في البحر جاءوا بكلمة وحدة أو حرف واحد لا المعجزة الأولى كان في شرح يا سيد قد تعبنا الليلة كله ولكن هون كان الرد مباشر سريع قالوا لا فالمسيح قال إلقوا الشبكة إلى الجهة اليمنى ورح تصيده وفعلا كان فيه طاعة ورموا السمكة ويا للمعجزة ويا للدهشة أن الشبكة امتلأت من السمك الكبير مئة وثلاثة وخمسين السمكة ومش عارفين أن يجذبوها يحنى الذي يتكأ على صدر الحبيب لما اطلع قال عبارة حلوة كتير لاحظ ما قال فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه البطرس اللي هو يحنى هو الرب فلما سمع بطرس أنه الرب اتزر بثوبه لأنه كان عريانا وألقى نفسه في البحر مستعجل بطرس يعني بدي يروح يشوف يسوع المسيح فإذا هون أحبائي منشوف عدة أمور في هذه المعجزة خلينا أبتلي بشخصية يسوع يسوع هو العالم بكل شيء يعني واضح من خلال علمه مع التلميذ المسيح هو القادر على كل شيء اللي بيؤمر السمك أو بيخلق السمك المسيح هو الحاضر في كل مكان وفي كل زمان لأنه هزم الموت وهو الحي إلى أبد الآبدين فبيتنقل من مكان إلى مكان بيدخل العلية والأبواب مغلقة بيصعد للسماء ما في الش قوة مغناطسية فالمسيح الحي الحاضر في كل مكان وفي كل زمان ثم في هذه المعجزة نشوف يسوع المعيل الذي يسدد الاحتياج طبعا التلاميذ بعد يعني خيبة الأمل لربما تكون مصدر رزق ولكن الشيء الأهم أنه المسيح عاوز يتعامل مع التلاميذ ولما رجعوا شافوا أنه في سمك وفي خبز أوردي جاهزين للأكل حتى ما يتعبوا بالتنظيف ولا يتعبوا في الوقت فالمسيح عارف بنفسيتهم وعارف بأحوالهم لكن في شيء مهم جدا في هذه المعجزة منشوف حكمة المسيح الفائقة قال قدموا من السمك الذي أمسكتم الآن يعني بكلمات أخرى ما هو المعجزة حققها يسوع المسيح لكن حب يسوع المسيح يشعرهم بفرح الإنجاز والنجاح أيضا وأشركهم في ثمار عمله فالمعجزة هي معجزة المسيح بعد ليلة عناء وليلة فشل فهون عم بيشركهم في ثمار عمله ثم أحبائي لقاء المسيح مع التلاميذ منشوف يعني لقاء فيه جمال الشركة والعلاقة الحميمية اللي كانت تربطهم ولسيا ما عاشوا فترة زمنية حول بحيرة الطبرية بيمشوا مع بعض بيخدموا مع بعض بياكلوا مع بعض بيشتركوا مع بعض فكانت يعني هيك استرجاع زاكرة كتير كتير حلوة ولسيا ما كده معجزة تقسمك مذكورة في الكتاب المقدس سواء في البحيرة أو إشباع الألاف من السمك ثم بهذا اللقاء مع التلاميذ خلينا نتذكر واحد منهم اسمه ناثنائيل ناثنائيل كان شخص دارس وعقلاني واحد اسمه تومة تومة كمان كان بحب يعني كل شيء يفهمه بالعقل وهكذا فالمسيح لازم يتقابل معهم لإعادة تشكيل المجموعة لتمكين وتثبيت إيمانهم في شخص المبارك الحي المقام من بين الأموات ليعلمهم عن الملكوت الجديد ولكي يجهزهم للاستعداد اليوم الخمسين لاستقبال الروح القدس اللي رح ينسكب على التلاميذ فبيجهزهم إلى هذه الإرسالية العظمى ولسيما في هذا الوقت بيشوفوا مزداقية بيشوفوا شرعية لتصريحات المسيح أنه فعلا قام من الأموات وهاهو الآن حي معهم مش روح مش شبح ولكنه قيامة بالجسد يأكل ويشرب معهم ثم هذا اللقاء أحبائي هو لقاء شخص مع التلاميذ ليعالج التلاميذ من الفشل تعرفوا إيش الفرق بين الفشل والنجاح هو فعلا عرض السفينة قال إلقوا الشبكة إلى الجهة اليمنى فواضح أنه كان في طاعة لكلام الرب فإذا اجتمع المسيح مع التلاميذ ليعالج من الفشل وخيبة الأمل وهذا اللقاء هو بحرية بعيد عن أنظار الحاقدين من القدس أورشليم وها بحرية يجتمع مع التلاميذ يتحدث مع التلاميذ يشارك التلاميذ ويعلم التلاميذ اللي أصبحوا الرسل لكي يقوموا بالإرسالية في كل مكان نشوف بركة الطاعة كانت بركة بسيطة أنه واحد بيقول إلقوا الشبكة على الجهة اليمنى يا جماعة فألقوا الشبكة والبركة بركة الطاعة هي أساس النجاح بل هي النجاح عينه ألم يقل يسوع بدوني لا تقدرون أن تفعلون شيئا يعني مستحيل نعمل أي شيء بقدرة المسيح ولسيما إذا أنت كنت تابع ليسوع المسيح فيه يحن يحن بينفرد في هذه المعجزة يقول هذا ظهور ثالث أي بحسب الظهورات في إنجيل يحن وأيضا بينفرد في المعجزة الأولى في اليوم الثالث في قانا الجليل وهذا اندل على شيء يحن عم بيخذنا في رحلة ليظهر المسيح الحي القادر على كل شيء والعالم بكل شيء والحاضر في كل مكان وفي كل زمان وأن له الشرعية والمصداقية أنه فعلا جاء من أجل هذه الإرسالية فالمسيح هو الأول والآخر فالمسيح هو البداية والنهاية فالمسيح هو الألف واليا كما قال عن نفسه تعرف لابد أن المسيح إذا أنت عندك خيبة أمل وعندك فشل وعندك صراع وعندك تناقض في حياتك وحاسس أنه كل حياتك هي انهيار وفشل وتشاؤم شو رايك تستدعي المسيح لما بتدعو المسيح أن يأتي إلى حياتك لابد أن يعطيك النجاح ولابد أن يحررك من الظلمة ولابد أن يعالج ماضيك ولسيما من حالتك النفسية من فشل أو خوف أو من خيبة أمل وهذا العلاج هو بصرخة وحدي قول له تعال أيها الرب يسوع إلى حياتي على فكرة بحب أسمع منك شارك شارك مع آخرون عن هذه اللقاءات يوميا وبصلي أنه رب يباركك ويحميك وهذا اليوم يكون يوم خلاص في حياتك الرب يكون معك ترجمة نانسي قنقر